مرحبا بكم في قناة تريندينغ السيارات اليوم جبنا لكم سيارة كروس اوفر صغيرة الحجم من العلامة الصينية جاك موديل جي اس دو سنة 2023 جي اس دو من الامام اتت بشبك فيضي وفي المنتصف عند قمتها يتألق شعار جاك الجديد بدلا من الشعار السابق على شكل نجمة مع مصابيح امامي هالوجينيا بعضاء نهاريالات ومصابيح مضادة للضباب تقف السيارة على عجلات ماقص 16 بوصة مع قطبان السقف الاعلى اما في الخلف فيظهر التصميم الجديد للمصد الخلفي بنفس لون هيكل السيارة ويحتوي في اسفلها على عواكس افقية وبخصوص المقصورة الداخلية فقد تم تعزيزها بوسائل الراحة والتكنولوجيا الحديثة منها مكيف هوائي ونوافذ كهربائية بالكامل مع مقاعد قماش او جلد حسب الطلب مع شاشة مقاس 7 بوصات تعمل باللمصد تدعم نظام الاندرويد اوطو والابل كار بلاي وبلوتوت وراديو انبي طروة ومدخل اس بي واي او اكس اما فيما يتعلق بانظمة السلامة فتتضمن على سبيل المثال نظام الثبات الالكتروني او اس بي ونظام ماني انغلاق الفرامل ابياس مع نظام توزيع الفرامل حسب وزن الداخلي للسيارة او بي دي ونظام للتحكم في الجر ونظام مساعدة للصعود مع محددة سرعة وحساسات عكسية واربع وسائد هوائية تحت غطاء المحرك يتيم تشغيل جاك جي اس دو بمحرك بنزين سعته 1.5 لتر بنظام في في تي قادر على توليد قوة 111 حيصان وعزم دوران 146 نيوتر متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من خمسة سرعات او اوتوماتيكي من نوع سي في تي اما اسعار جاك جي اس دو في جنوب امريكا يبدأ من 13000 دولار اي ما يعادل 176 مليون سنتيم والسعر الاعلى فئة هو 14240 دولار اي ما يعادل 193 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم وبضمان لمدة خمس سنوات او 150 الف كيلومتر وللمصداقية ستجدون المصدر في صندوق الوصف